موسيقى مثلا في شيء بالتعميم لا بالتلقيق ذكر الأسماء والأسماء هذه تم فيها نبوة النسيح ده يا أسيس نظار يعني هو لما كان بيتكلم على بالنبوة عن علامات المجيء الأخير وبعدين قال لهم في النص يعني ربط ما بين المجيء وما بين خراب أرشليم وأنا في وكهة نظري أنه ربط بين المجيء وبين خراب أرشليم حدث قريب وحدث بعيد لو أنا قلت لحضرتك بعد خمس دقايق اللمبة دي هتقع وأقول لك على حاجة تانية تحصل بعد مئة سنة إذا اللي بعد خمس دقايق تمت بالحرف باللي هقوله يحصل بعد مئة سنة هيحصل فهو ربط ديب دي وزي ما كنا بندردش قبل الحلقة يوسيفوس وهو بيوصف خراب أرشليم وصفه إزاي مش بالحرف تم كما قال المسيح لما يقف قدام المرأة السامرية ويكشف لها اللي جواها ويقولها حسنا قلتي فعلا لأن معك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك كان بيقول إزاي مش كان بيكشف أسرار الناس آجل شاهد تاني في لقاءة سبعة وآية ستاشر شاهد جميل كده في لقاءة سبعة وآية ستاشر بعد إقامة ابن أرمال اتنين إقامة مين اللي أقام من الموت مين زيه في لقاءة سبعة وآية ستاشر يقول آية خمسةاشر يقول فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه حتى جملة افتقاد الله لشعبه دي كانت مش لها مدلول لهوتي كبير بنقول على الزمن اللي هيأتي فيه المسيح نعم إن الله يفتقد شعبه هي تمت هنا اشتركوا في القناة